السادس من أكتوبر الذي حققت مصر فيه معجزة العبور كان يوما مقدرا له أن يظل خالدا ليس فقط في وجدان مصر وشعبها وإنما في ضمير الأمة العربية بأسرها وشعب العالم المحبة للسلام فمصر لم تحارب فقط دفاعا عن أرضها وإنما من أجل تحقيق السلام وهو ما نجحت فيه وعفظت على مكتسباته تصدق وتؤمن بالله الرئيس النهاردة أصار نقطة أنا فعلا عمري مفكرت فيها على الإطلاق إن إحنا من 67 إلى 82 إلى 15 سنة دول كانت كل حياتنا عبارة عن الحرب الرئيس أصار النقطة دي إنه يمكن من 67 إلى حد 82 ما فيش حاجة حصلت في البلد غير إنه كل جهدها كل جهدها مكرسة للحرب بس علشان ناخد حقنا ما فيش خلاف وزي ما الرئيس قال بصراحة قال كممكن نعمل نفس الحكاية من وقت ما الجيش دخل سينة في 2011 علشان يحارب الإرهاب هناك وأظن قصة يقين تقدر تطلع منها آلاف المفاتيح آلاف المفاتيح لآلاف الأفكار حول اللي كان بيحصل في سينة واللي كان مستهدف إنه يحصل في مصر بالكامل وما تفتكرش إنه أبو هذه الطفلة الرائعة يختلف كثيرا لأنه داعشي مثلا عن الإخوان المسلمين ما هم نفس الطينة ونفس العجينة يعني تعال فكرك كده أبو بكر البغدادي نفسه جي منين رجل نفسه قال لك قد بدأتوا في الإخوان المسلمين وتنظيم الإخوان في العراق وبتاع عامل زي أنا ستة كريتي والناس دول كان ممكن فعلا مصر تقعد من 2011 وحتى هذه اللحظة ما بتفكرش في أي شيء غير الحرب في سينة وقت يجي تقولي الحرب في سينة والجيش المصري العظيم إزاي يبقى ياخد كل هذا الوقت أمام هذه المجموعات الإرهابية أنتم كما تصفونها هي ميليشيات أما هذا الجيش فهو واحد من أهم وأقوى وأعظم عشر جيوش في العالم بس أخينا يقولك هو من أقوى عشر جيوش في العالم بس هو أعظم جيش في العالم ودي حدوتة نعد نناقشها ونتكلم فيها أنا ما عنديش أي مانع يعني صحيح أن الوقت مش وقتها علشان دي الوقت ليس إلا لكن هو فعلا أعظم جيش في العالم وأقدم جيش في العالم وكفاية اللي أنتم شفتوه النهاردة أبطلنا من المجموعة 139 صعق